بسم الله الرحمن الرحيم قالت أن الأسباب غير معلومة بشكل دقيق لكن وبنسبة كبيرة حماش يكون قد غاب لاستكمال إجراءات انتقاله لنادي جديد ذات التقارير قالت أن النادي لم يعلن عن إصابة اللاعب عكس أربعة من بقية زملائه ما يعني أن السبب ليس الإصابة حماش وبحسب نفس التقارير ارتبط بقوة بالانتقال لنادي دنيبرو الأوكراني حتى أنه ودع زملائه في غرف تغير الملابس وأيضا جماهير النادي وبكى بكاء شديدا أثناء الفراق لكن ولغاية اليوم لم يتم انتقاله بعد بعض التقارير غير الرسمية قالت أن الانتقال فشل لكن الإعلام البرتغالي لم يعلن رسميا فشل السفقة بعد وما زال يؤكد أن حماش سيرحل نقاشت صحيفة ميليات التركية الوضعية التعاقدي للاعب الخضر ونادي جالتا صاري السابق صوفيان فيغولي الصحيفة التركية أكدت أن فيغولي لا يملك حاليا أي عروض رسمية ولا يحظى بأي اهتمام من أي نادي وأن وضعيته غامضة ولا يعلم أحد إن كان سيجد ناديا فعلا قبل نهاية سوق التحويلات أم لا ميليات قالت أن الوضع غير منطقي وغير عادي فيغولي بحسبها لاعب ممتاز جدا وأبان عن قدرات هائلة طيلة السنوات التي قضاها مع نادي جالتا صاري ولا يعقل أن لا يجد أي مهتمين بضمه في الفترة المقبلة الصحيفة التركية تسألت خاصة عن سير تجاه الأندية التركية الكبيرة للاعب كبير مثل فيغولي فيغولي وكما أشرت دائما يملك بعض الاتصالات حقا أو لنقول كان يملك بعض الاتصالات حقا لكنه ومع وكل أعماله طالبوا دائما براتب كبير وهو ما أفسد السفقة في كل مرة فيغولي لمن يتابع أخباره على القناة ارتبط بناودي قاسم باشا عذنسبور وخاصة بزيكتاس في الفترة الأخيرة من دون أن ينجح في اللاعب لأي منها نشر موقع سبورتكيدا الإنجليزي قائمة من أحسن خمس لاعبين مراوغين منتظرين في الموسم الجديد 2022-2023 القائمة لم تستند لأي إحصاءات أو أرقام بل كانت فقط عن اللاعبين الفنيين القائمة ضمت اسم لعب الخضر وندي مونشستر سيتي رياض معرز الموقع الإنجليزي السابق وضع محرز في المركز الخامس وقال أنه أكثر اللاعبين إثارة في الدور الإنجليزي وضيفا أنه لاعب يخيف كثيرا الدفاعة التي يقابلها وإيقافه دائما صعب الترتيب كان كالتالي لمن يريد معرفته من دون دخول إلى الرابط في المصادر ديمبيري رابعا ميسي ثالثا فينيسيوس جونيور ثانيا ونايمار في المركز الأول كشف التقارير الإسبانية اليوم أن إدارة بارشالونا وفي سعيها لتقوية الجهة اليمنى من الدفاع ربطت اتصالاتها رسميا مع نادي نيس حيث يرغب تشافي مدرب البارسة في التعاقد مع لاعب الخضر يوسف عطال تشافي إرنانداز يرى أنه لاعب مميز كفاية لشغل هذا المركز التقارير الإسبانية قالت أن إدارة البارسة تعبت هذا الصيف وهي تلاحق عديد اللاعبين في مركز ظاهر الأيمن حيث حاولت مع حكيمي بيليرين موني باندرسن مالوغوستو وغيرهم وغيرهم وبعد أن فشلت في كل هذه السفقات تحولت لسفقة الجزائري ربما تنجح دياريو آس الإسبانية قالت أن إدارة البارسة لن تضغط بقوة لضمع الطال وفي حال لم تنجح فستؤخر الصفقة لغاية جامب المقبل حيث ستحصل عليه وقتها بمبلغ لا يذكر عطفا على أن عقده ينتهي في نهاية الموسم المقبل تشافي يرى أن اللاعب بديست وسيرجي روبرتو لغاية نوفمبر أحسن من التعاقد مع اللاعب بمبلغ كبير حاليا المهم الخبر الأساسي مصدره الصعف البرتغالي بيدرو ألميدا دخلت حسابه على تويتر ورأيت أنه نقل بعض الأخبار الصحيحة ونقل أيضا الكثير من الأخبار هيرو الدقيقة المهم الخبر أمامكم كما تناوله الإعلام الإسباني اليوم وأطلب رأيكم فيه هل من الممكن أن يتعاقد البارس حقا مع لاعب مثل عطال بمستوها الحالي وبوضعه البدن الحالي شخصيا أرى أنه خبر غير منطقي والله أعلم وأنتم اتركوا لي أراءكم في التعليقات أخيرا حصل لاعب الخضر سعيد بالرحمة على الثناء الذي يستحق بعد مستوها الجيد في لقاء في بورغ يوم أمس ضمن لقاءات الدوري المؤتمر الأوروبي مساعد مدرب وست هام بيلي ماكيلي أشاد كثيرا ببلرحمة في الندوة الصحفية التي عقدها عفوا بعد اللقاء أعطى فيها تنميحا قويا جدا على بقاء الجزائري في الفريق الموسم المقبل ماكيلي قال أن بلرحمة ظهر بمستوى عظيم وأنه صنع الفارق كما قال أنه يعرف جيدا بلرحمة وما يمكنه أن يصنع فلديه مستوى هائل جدا وقبل أن ينهي قال أن دوره في الفريق الموسم المقبل سيكون كبيرا جدا موقع هامرز نيوز المحسوب على الهامرز والدائم لبلرحمة قال أن كلام ماكيلي غريب لأنه ببساطة يناقذ كلام المدرب دافيد مويس والذي لا يعتبر بلرحمة لعبا مهما ودائما ما ينتقده وأيضا يرغب في شدة في بيعه قبل نهاية فترة التحويلات الصيفية الحالية قال موقع ميلان نيوز المقرب جدا من نادي ميلان كما يظهر من اسمه أن إدارة النادي اللومبردي باتت قلقة جدا من تنمي الحديث في محيط النادي عن إمكانية رحيل لعبها الجزائري إسماعيل بناصر الموقع السابق قال أن القلق بات يكبر خاصة بعد ارتباط بناصر ببعض الأندية كان آخرهم نادي ليفربول الإنجليزي موقع ميلان نيوز نقلا عن صحيفة ميرور بريطانية قال أن رغبة يورغان كلوب في ظنبر بناصر عفو حقيقية وأن النادي الإنجليزي بدأ يستطيع رأي محيط اللاعب وإمكانية التعاقد معه لكن ولغاية اليوم لا يوجد أي تحرك رسمي أو عروض لكن رغم ذلك يبقى الأمر مقلقا جدا بالنسبة لإدارة ميلان صحيفة الكورياري ديلوسبور هذه المرة قالت في عددها اليوم الجمعة أن إدارة ميلان بدأت تتحرك فعلا لقطع طريق على الراغبين في ظنبر بناصر وستعمل على حسم الأمور وتجديد عقده سريعا حسم الأمور وتجديد عقده سريعا عبارة نسمعها منذ بداية العام الحالي ورغم مرور أزيد من تسعة أشهر التجديد لم يحصل رغم أنه عبر عن رغبتي علانية في الرحيل ورغم أنه ودع أن صار ناديه في لقاء نمخا قبل عشرة أيام إلا أن الدوري الجزائري رامز العرب الزروقي قد يستقر على ما يبدو لعام إضافي على الأقل في ناديه الحالي 20 تقارير هولندية قالت أن الصفقة انتقاله لفينورد قد فشلت رسميا صحيفة التنغراف قالت أن إدارة فينورد رفضت تقديم عرض ثاني بعد أن تم رفض عرضها الأول التقارير الهولندية قالت أن العرض الأول بلغ فقط 5.5 مليون أورو لكن إدارة وانتي رأت أنه عرض هزيل لكن إدارة فينورد وعوضت تقدم بعرض جديد رأت أن إدارة وانتي لا تريد بيع اللاعب لذلك تواجهت لحلول أخرى على ما يبدو التلغراف تقول ما تقوله لكن لدي إحساس قوي أن الزروقي سينتقل في غضون الأيام العشر المقبلة كشفت تقارير أسكتلندي أن إدارة نادي جلاسكو رونجرس انسحبت من سفقة الدولة الجزائري ولاعب نادي شارلور وأدم زرقان التقارير السابقة قالت أن الجواني فان برونكوست مدرب النادي اختار اللاعبين الذين يريدهم في كل المراكز وأنهى تقريبا تعاقداته لكن رغم ذلك قال موقع فوتبال فانكاست الإنجليزي أن زرقان يبقى من اللاعبين الذين يمكن أن يتعاقد معهم رونجرس رونجرس سيراقب حال السوق لغاية نهاية فترة تحويلات بعد 12 يوم من الآن وفي حال تحرك لضم لاعب وسط فإن زرقان سيكون الهدف الأول والأساسي إلى هنا يكون عددنا لنهار اليوم قد انتهى نلتقي غدا إن شاء الله السلام عليكم موسيقى